الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تطلب من واشنطن أن تثبت نزاهة نواياها وأن تؤكد أنها ترى في سوريا دولة لا مستعمرة جاء ذلك في إطار جملة من المواقف الروسية التي ردت فيها موسكو على تهديد أمريكي باستخدام الإرهاب ضد روسيا على خلفية المحادثات بشأن سوريا فتحت واشنطن بوابات التصعيد أقله كلاميا على مصرعيها بما يحمل تهديدا لموسكو بأن واشنطن ستستخدم أدواتها الإرهابية ضدها وعلى أراضيها فجاء الرد الروسي بحجم الهجم الخارجية الروسية أكدت أن تصريحات واشنطن عن وقف التعاون مع روسيا في سوريا هي سياسة تهديدا وابتزازا ودعم للإرهابيين ودليل على مستوى الانحطاط السياسي الأمريكي وهي نفس تصريحات التي رأت فيها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أنها تحريضية وأشبه ما تكون بالإعازات وفيما أكدت الخارجية أنه ليس لواشنطن سياسة موحدة ومتفق عليها بشأن سوريا أشارت إلى أن سبب عرقلة الاتفاقات في إطار مجموعة دعم سوريا يعود إلى عدم فصل واشنطن من تسميهم بالمعارضة عن الإرهابيين ولأن الحق إلى جانبها أصرت موسكو على إجراء تحقيق في غارات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على موقع الجيش العربي السوري في ديرزور بدوره كشف الكريملين أن واشنطن فشلت في تنفيذ التزامها بالفصل بين الإرهابيين والمعارضة في سوريا في غضون أسبوع كما كان متفقاً مضيفاً أن تصريحات الخارجية الأمريكية حول التهديد الإرهابي في روسيا غير ملائمة وأكد القصر الرئاسي الروسي أن موسكو مستمرة بمحاربة الإرهابيين في سوريا وتقديم الدعم للجيش السوري نائب وزير الخارجية الروسي سيرغيري يابكوف من جانبه أعلن رفض موسكو الاقتراح الأمريكي بتهديئة من سبعة أيام في حلب واقترح بدلاً عنها تهديئة أخرى تستمر لـ 48 ساعة في المدينة ما بين السطور تصريحات الروسية تلميح إلى حقيقة باتت معروفة للجميع أن واشنطن تدير التنظيمات الإرهابية في سوريا ومختلف دول العالم وتعطيها أوامر العمليات لاستهداف كل من لا يسير في الركب الذي تريده ترجمة نانسي قنقر